انما انتهت بالامس التصويت زي ما حضراتكم شفتوا وكنا متابعين معاكم على الهواء مباشرة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020 في نتائج كتير جدا جدا لهذه الانتخابات وانا بتكلم ان انا حتى الان جالي كل نتائج كل الدوائر وكل المحافظات وكلام ده كله انا لا استطيع ان اقول لحضرتك او ان اعلن ولا يجب ان يعلن اي شخص النتائج على الاطلاق اولا الهواء العامة للانتخابات منع الاعلان عن هذه النتائج حتى الان ليه لان انت بتاخد نتيجة محافظة بتاخد نتيجة مركز بتاخد نتيجة فرز في منطقة معينة ناسي ان هناك توقيت للطعون يعني ممكن مرشعين تقدموا بطعون ناسي ان هناك نتيجة المصريين في الخارج في طبعا مؤشرات ودلالات اقدر اقول لحضراتكم انما مش هقدر اقول لحضراتكم ارقام اللي اقدر اقول لحضراتكم ان المؤشرات والدلالات بتؤكد نجاح القائمة خلاص عدنا نسبة الخمسة في المية اللي اقدر اقول لحضراتكم ان الحضور في اليوم التاني ممكن يكون زادت شوية عن اليوم الاول بقت ناس تحركت بشكل جامد وفي مناطق الحقيقة وصلت فيها النسب عالية شوية 12 و14 كلنا كنا متوقعين ان تكون النسبة منخفضة بسبب عدم اهتمام المصريين اوي بمجلس الشيوخ ممكن وبسبب الكورونا وبسبب حاجات كتير ولكن من ضمن اللي احنا حققناه وقدرنا نحققه في مصر ان احنا قدرنا ان احنا نعمل هذه الانتخابات في توقيت الكورونا في الازمات اللي شغالة ولو تلاحظوا ما طلعتش لحضراتكم لا انا ولا اي حد طلع يقول ان حصلت مشكلة واحدة في لجنة واحدة في مدينة او في اي حي على الاطلاق انت بتتكلموا على تأمين من اقوى انا متابع السياسة المصرية ومشارك في السياسة المصرية رجل بقى لي 35 سنة من اقوى عمليات التأمين بدأنا نشوف تأمين صح جدا جدا في كل الانتخابات بدأنا نشوف تنظيم كنا نتمناه من زمان اوي ونتمنى احسن منه وحييجي اكيد احسن منه لان بيحصل فيه تطوير بدأنا في وسط الكورونا لاجراءات الاحترازية بدأنا نرصد المرأة المصرية ودورها قلت لكم في اول يوم في الانتخابات انا ما كنتش توقع المرأة المصرية كنت نازلين طوابية يعني المرأة المصرية نازلة تشارك في الانتخابات بجد الشباب نزل وده ضد توقعاتي الحقيقة اعترف لكم انا لم اكن اتوقع ان الشباب سيقبل على انتخاب مجلس الشيوخ اوي ليه لان اعضاء مجلس الشيوخ لازم يكون سنهم لا يقل عن 35 سنة يعني اصغر واحد شفناه في المرشحين كان عنده 36 سنة او 37 سنة تقريبا فانا توقعت ان الشباب اللي عنده 18 و25 ده ما ينزلش الى هذه الانتخابات ولكن اثبت الشباب العكس نزلهم واختارهم وحتكتشفوا ايضا انا توقع وليس معلومة حتكتشفوا ان السن الصغير اللي داخل انتخابات مجلس الشيوخ اللي سنهم صغير حتكتشفوا ان فيه شباب نزلوا انتخابوهم انا اعرف جيدا ان فيه محافظة من المحافظات والشباب رمى على شخصية من الشباب رموا عليه ودخلوا الاعادة وده يقضني الى الاعادات يعني ايه الى الاعادة معظم الدوائر او كثيرة من الدوائر عشان ماكنش بعمم هيكون فيها اعادة انا كنت متوقع ان الاعادة هتكون موجودة في الدوائر اللي فيها اعدات كبيرة لا الاعادة موجودة في الدوائر اللي فيها اعدات صغيرة اشرح لكم ازاي الدوائر اللي فيها اعدات كبيرة وانا قلتلكم اللي حينجح من اول مرة هو المنظم المباشر حصل تفتيت كتير للأصوات ونزلت تكتلات راحة لأشخاص بعينها لأحزاب بعينها دول قدروا يعدوا بالناس دول ياخدوا 50% زائد واحد من عذب الأصوات ولكن ايضا في مناطق بسبب كثرة المرشحين حصل فيها تكسير للأصوات وبالتالي هيتاخد فيها تبقى بقى للمقعد لو هو مقعد واحد في المحافظة يبقى هتعاد الانتخابات بين اكتر اتنين جايبين اصوات واذا كان طلب مقاعد تعاد بين ستة وهكذا يعني حسب المقعد هيتاخد العدد المضاعف بتاعه من اكتر اعداد من التصويت